ولكن اسمحونا ان احنا زي ما احنا متعودين نطلع نشوف مع بعض البستسلر او الكتب الاكثر مبيعا وايه اكتر كتب حققت مبيعات الاسبوع اللي فات ونرجع لحضراتكم على طول يحكى ان يقدم لكم الكتب الاكثر مبيعا هذا الاسبوع في المكتبات ودور النشر تنوعت كتب هذا الاسبوع ما بين الاثارة والرعب والترجمات الادبية والروايات تتصدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا رواية ديفيد كوبرفيلد للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز وترجمة زينب محمد عبد الحميد تأتي بعد ذلك رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب اشرف العشماوي تتناول الرواية سيرة مجموعة من المهمشين في اطار زمني ومكاني خيالي وتتناول الرحلة حيات هؤلاء على مدار سنوات طويلة ولم تخل القائمة من روايات الجريمة والتشويق متمثلة في رواية جريمة العقار 47 للكاتبة نوها داود التي تدور احداثها حول جريمة غامضة تتورط فيها فتاة لتسع طوال الاحداث للبحث عن اجابة لغز الجريمة ولم تخفل القائمة أيضاً السلاسلة القصصية حيث ما زالت سلسلة فاي للراحل الدكتور نبيل فاروق في صدارة المبيعات رغم مرور سنوات على صدورها ولهواة القراءة في كواليس عالم صناعة الكتب تضم القائمة أيضاً الجزء الثاني من كتاب وناس الكتب للكاتب محمود عبد الشكور الذي يحكي فيه عن الكتابة والقراءة والخيال وأشياء أخرى شجعته على الكتابة أما عشاق أدب الرعب فسيجدون رواية عندما يعزف الشيطان للكاتب يحيي عزام وهي مغامرة يسردها لنا الكاتب بين عدة دول ليحكي لنا لغزاً غامضاً وجريماً يصعب حلها وفك شفرتها